موسيقى موسيقى ضيفنا سيد باسل طموس سباح خير أهلا وسهلا فيك نحكي عن ترشيحة نحكي عن ترشيحة كتير باسل اليوم أقدم إشي بذاكرتك عن ترشيحة شو؟ هاتن بلش هيك أقدم شيء أقدم إشي بذاكرتها يعني بطلت أقدر أحدد ذاكرتي هل اللي أنا شهدته ولا الصور واللي اسمعته من التاريخ من البحث خلال عملي في كل الموضوع تعا نبلش بترشو تعا نبلش باللي انت شهدته من صغرك بجد من صغري أنا أقدرش أنت مش عارف مش من صغري كنت في ترشيحة أنا من 22 سنة في ترشيحة ولكن الكل بستغرب أنه يعني من 22 سنة ومش من ترشيحة وقاعد وعارف عارف كل التاريخ هذا أو تعرف التفاصيل هاي ها طبعا هو عمل وجهد وبحث من خلال تواجده في ترشيح ومن خلال العمل على تحضير لفيلم عروس الجليل اللي عملته عن ترشيحة لأخرجته طبعا طبعا هو بالضبط بحكيه في موضوع النكبة في موضوع اللقاء ما بين الجاني والمجني عليه في موضوع رمزية وجود القضية اليوم بين الشق الإسرائيلي الجاني والشق الفلسطيني المجني عليه فالمعلومات أجت من هناك من خلال العمل على البحث كلياته تحضير للفنان باسل بمن هذا البحث وارتباطك في قرية ترشيحة الاسم ترشيحة من وين يجا قصة القرية يعني أكيد أنت عندك المعلومات عن اسم البلد واضح ومش مخفى معلومات موجودة أصلا في كل محل محطوطة طبعا مهم نذكر فيها كل الوقت ثلاث قصص حول الاسم منين أجا بعضها رومانسي وأنا لا أميل إلي ما بتتمنى لا ما بتتمنى واحد عطشان فميل على العين ولما شافت الصبي غاد أنه عطشان كثير فعطته المي يشربها شوي شوي فقال رشحتني بالماء ترشيح هذه أكثر قصة رومانسية القصة الأخرى هي تتعلق بشيحة جمال الدين أحد قادة جيوش صلاح الدين الأيوبي في مقارعته للصليبيين في قلعة معلية بالجانب فقتلوه هناك في الصليبيين وقطعوا رأسه فقالوا طار رأس الشيحة برضو أنا بتخيل فيها من الرومانسية رغم سوداويتها في الموضوع ولكن الأقرب إلى الواقع هي أنه من الكنعانية الطور هو الجبل والشيح النبت المشهورة غير طور الشيح فمن هناك جاي اسم ترشيحة وفي مخطوطات قديمة اللي كمان طلعت عليها ترشيحة تكتب بالطاق وليس بالتاق في بعض الأشخاص في كتر اللي لبزوها بالطاق على فكرة ومع تاق التأنيث كمان مش ألف كمان في النهاية نعم ترشيحة ترشيحة هي كانت مكتوبة في عدة وثائق طلعت عليها قديمة من توثيق أهل ترشيحة ترشيحة مثير مثير طبعا شابه أقوله أهل البلد ترشيحة بالتاق والألف والألف مزبوط نعم تعلق طبعا بأهل البلد السؤال اللي سألتك إياه في البداية رح أسألوا لشاهد على تهجير ترشيحة أقدم ذاكري كانت اللي هي موجودة في ذهنه في بف حيو مباشر من ترشيحة معنا السيد أحمد دربي أبو يوسف أبو يوسف نعم طبعا تعرفوا لأبو يوسف صباح الخير أبو يوسف سامع لباسل طنوس أبو يوسف صباح الخير أهلا أهلا بصبح عليك بكل تأكيد صباح النور أهلين أهلين يعطيكو ألف عام سامعينك مه بالمه وأنت معنا على الهوى مباشرة من صباح نغير أبو يوسف حضرتك شاهد على تهجير ترشيحة أقدم صورة موجودة بذاكرتك عن هذا البلد إيش هي مثل إيش يعني أي إيش موجود في ذهنك من طفولتك أبو يوسف مثل إيش بتوصل أو حتى الأمر شهدته على تهجير أو ترحيل السكان أو تفضاية تفرغت بيوت أي مشهد موجود بذهنك وبذاكرتك أو قصة بالزبط يعني أبدالك من تاريخ التهجير بتسعدنا طبعا يعني بتسعدنا مش مضمونة بتسعدنا من أن نسمع منك طبعا طبعا لا شك أنه أنتو بتعرفوا أنه فلسطين احتلت وبقيت منطقة ترشيحة إلى الآخر وبقي المجاهدون فيها إلى آخر نمط لآخر رصاصة معك أبو يوسف سمعينك بعد ما بدأوا بقصة ترشيحة يوم الأربعة ليلة الخميس في بارجة بريطانية من البحر قرب نهرية وفي اليوم الثاني بعثوا الطائرات لقصف البلد وهدموا البيوت وطبعا صار في خوف يعني صار بعدين جيش الإنقاذ انسحب جيش الإنقاذ انسحب ظلوا لا ترشيحة لحال معاتي ونسلاح فكان تقريبا كان نهاية السقوط يعني والبلد طلعوا على بين الزتون طلعوا بين الزتون وظلوا مكملين رحلين على لبنان ومنه كيبلوها ظل هناك أبو يوسف وأيضا الداعي المتكلم معاك نعم معاك أبو يوسف باسل برضو هاجر نعم سامعينك تفضل أبو يوسف تفضل سامعينك هاجرنا إلى البقيعة وباء جاء الثاني يوم ثالث يوم وأسلموا في البقيعة وطلبوا مننا الهجانة أن نرحى الكلاجئين من البقيعة فخرجنا من البقيعة إلى لبنان أبو يوسف نمنى على بركة رميش ليلة واحدة أيوة أبو يوسف صباح الخير معك باسل استهون البلد أنا عارف نعم احكي لنا أنت فقدت في احتلال درشيحة أنت فقدت إحدى قريباتك لما القذيفة أصابت باب البيت طبعا قهجة قذيفة باب البيت طبيعي قهجة قذيفة باب البيت هذا بشهر سبعة نعم احكي لنا عن الحادث هذا وتوفيت بنت عمي وضربت الطيارة استفجرت استضايا فاتت على البيت قتلت الطفل بين 10-12 طفل كانوا داخل البيت وعمتي استاوبت وكيف نقوله ها بعدين بنت عمي ماتت عمتي صحت وهذا اللي صار تحجير ترشيحة مثل لو نرجع تحجير ترشيحة خرجت البلد عن بكرة أبيها عدد سكانها حوالي 6 ألاف نسمة لن يبقى طوى 5% من أهاليه أبو يوسف خليك معنا احنا رح نرجع للستوديو نحكي شوي صغير مع باسل طنوس ورح نرجع لبلدة ترشيحة بعد شوي نرجع لك يا أبو يوسف تحديدا شكرا لإلك وشكرا عنك واقف وكمان متحملنا طبعا مش مفهوم دمنا بسلنا نحكي شوي عن الأماكن المقدسة بتزامن مع رمضان الكريم وهذا الشهر الفضيل هاي الإلفي بهذا المكان الجميل اللي أنا جدا شخصيا بحبه بحب هذا البلد أنا بشكل شخصي إسلاميا مسيحيا وغيرها أيضا كيف بتتميز ترشيحها بالسابق واليوم وما بفكر أنها تغيرت أصلا منحكي عن الأماكن ومنحكي عن العلاقات طبعا أكيد ما لإشي بعلاقة تغضي في ترشيحة في أماكن مقدسة إسلامية ومسيحية قديمة وجديدة في اليوم مبنى قاعد وقف الإسلامي على المكان اللي كان موجود فيه الجامع الزيتوني وهذا جامع اللي هدم بفعل التاريخ بسبب القدم تبعوا يعني نحكي عن مئات السنين إلى الخلف أيضا قبل سنة ونص تم ترميم كنيسة الروم الأرتودوكس اللي هي أولى الكنائس الموجودة في ترشيحة وأقدمها ويسموها بكنيسة المعايكي نسبة لدار معايكي اللي هن من أقدم العائلات المسيحية اللي سكنت في ترشيحة وفي المنطقة غاد تم كمان ترميم مئذنة جامع الحمولي جامع الحمولي نسبة إلى عائلة الحمولي اللي هنه جزء منهم كانوا من الأغوات ولقب آغا لقب تركي كان يعطى للأسياد أو لاصحاب العلاقات أو رفعي القامر عملية رفعي القامر كان يعطى للأسياد واللي لهم علاقات حتى مع الدول العثمانية فتم ترميمه ترميمه بشكل جميل جدا للمئذن اللي سقطت في التسعة وعشرين في إحدى الهزات الأرضية اللي كانت موجودة في فلسطين فيه كمان أنا جامع الكبير جامع الكبير المبني أحد أربعة جوامع بنيت على نفس النسق تبع جامع الجزار وفي فترة الجزار في عكا وفي طرعان وفي بلدين قبل نفس الجامع موجود لكن في أحجام أصغر من جامع الجزار إلى جانب الجامع الكبير في أولى الزوايا الشادلية في فلسطين عدد كبير جوامع في طريق ترشيحة حتى قبل الزاوية الموجودة في عكا الزاوية الأولى التي بنويت في فلسطين هي في طرشيحة وتزامنا مع رمضان لأول مرة يضاء فنوس رمضان في طرشيحة وضيئة على هو الأكبر الزاوي وهو الأكبر الأصغر من ليس هذا الأمر ولكن نعم هو رمز للشهر والناس بتحب الفراح الناس بتحب النور بتحب الإضاءة كان في مسيرة كبيرة مضبوط وكان مسيرة جدا كبيرة وكان فيها اختلاط ومشاركة رهيبة من كل أطياف البلد حتى من خارج البلد يعني متوقعناش لأول سنة الناس تتجاوب وتحضر لكن نعم أجد ناس من خارج البلد وشاهدت يمكن هاي لأنهم متعودين على ترشيحة في مناسبات كثيرة يعملوا أمور اللي بتستخطب كمان جمهور من خارج ترشيحة ترشيحة نعم طبعا وجدت وشاركت بس اللي احكي لنا عن الموقع الجغرافي للترشيحة يعني ترشيحة هي مركز احنا نسمع كتير انه هي مركز ثقافي نشط كل الوقت في برامج اللي مش بس مخصصة لأهل البلد إنما كمان لخارج البلد موقع البلد جغرافيا كيف تأثر ما بعد النكبي جغرافيا هو ما تأثر ظل محلو يعني ما خدروا ما خدروا طبعا أكيد المساحات أكيد بس حلو الموضوع تاريخيا ترشيحة موجودة في مكاني ما بين قضائين قضاء عكا وقضاء صفض حسب التقسيم الجيوسياسي تبع دول التي سبقت الفترة هاي اللي هو تنين الأتراك والإنجليز ففي فترة الأتراك آخر حكم التركية العجوز عطوها في 1917 مكانة ناحي ناحي هي المكان اللي أقل من القضاء ما بين قضائين فعمليا كانت مركز للقرى اللي حوليها وترشيحة كانت جدا معروفة في تطورها الاقتصادي والتجاري والزراعي كانت أكبر مصدر للدخان بفلسطين وكانت فيها أول أو كان فيها على الأقل في البريد تبعها تليفون وتليغراف اللي هو مكانش موجود في حتى بس في المدن في الستة وعشرين دخلتها أول سيارة سنة 1926 كان فيها من وجهاء البلد ممثلين لإلها في الباب العالي في الحكم التركي وفي زمن فلسطين والانتداب الإنجليزي كان في خمسة من ترشيحة من دوبين في الهيئة العليا لقيادة فلسطين شو بنقدر نحكي عن ترشيحة كمان ومكانتها هابت أحكي عن الوال شوي لا أبدأ أحكي عن ترشيحة كمان في العلم المدرسة الأولى لترشيحة الرسمية اللي هي اليوم بعدها لازالت الموجود البناء وتستعمل كمركز ثقافي أو ما يسمى مركز جماهيري بنيت سنة 1920 تهى البناء تبعها 1924 وفي هذه السنة بلشت الدراسة الرسمية الأولى ولكن قبل الدراسة الرسمية في البناء الرسمية الأولى كانت ترشيحة موجودة فيها مدرستين مدرسة بنيين ومدرسة بنات مدرسة البنات لازالت موجودة البناء كمان عليها واللي بزور ترشيحة بشوف على إحدى الغرف مرسومة شجرة عائلات ترشيحة لتوثيق أسماء العائلات التي سكنت البلد حتى الثمانة واربين فعمليا آه نعم ترشيحة هي ممر جغرافي هام جدا ترتفع ما يقارب الـ 550 متر عن سطح البحر جوها رهيب غريب عجيب وغميل وطبيعة لا بالساحرة ولكن في ناس بتزعل منه في الشتاء لأنه بجيب البرد ولكن بعد ما يقلط الغيوم تقلط ترشيحة بكمية متر ببلش الترجيحة لعنا بنزلش كتير أبدا منزلش صحيح جاي من لبناء وسوريا والشيخ طبعا نورون بنمشكر حضورك باسل المخرج باسل طنوس دائما بتتحفنا وبتبديعنا هيك بمعلومات قيمة ومهمة مشاهدات توثيقية كتير مهمة بالضبط هاللي جايك أنت أحكي بالضبط مش بس تأخذها من عن الانترنت وبس من معلومات قواميس وكتب في أيضا ناس اللي عاشت وواكبت البلد حتى لو منه مش من الولادي إحنا فخر باسل شكرا لإلك شكرا لإلكو شكرا شكرا وأستغل لي الفرصة أنت في صغيرة على بالك سريع أن تستغل الفرصة يلا جدا يلا بكرة مسيرة العودة 22 لقرية خبازي بد الجميع كل من يسمعنا أن نشارك مهم لنا مش بس نروح على الخبازي أو على أي محل تاني منشان نعد القرى منشان نحافظ على الذاكرة لأنه إذا بقينا بلا ذاكرة ستأكلنا نضبع صحيح صحيح بس لطنوس شكرا لإلك شكرا لإلك